أعلن وزير الشباب والرياضة عن دعمه لكل الفرق العشر المشاركة في بطولة الجمهورية لأندية الدرجة الأولى لكرة اليد التي ينظمها الاتحاد العام للعباء بمبلغ وقدره مليوريا لكل ناد في إطار دعم واهتمام الوزارة بالشباب والرياضيين في جميع محافظات الجمهورية جاء ذلك خلال حضوره مباريات البطولة وأشهد الوزير البكري بالجهود التي يقوم بها اتحاد كرة اليد في إقامة مثل هذه المسابقات وتجميع شباب الوطن في مكان واحد وعبر البكري عن سعادته بهذا التجمع الرياضي الكبير لشباب المحافظات والتلاحم الأخوي لأبناء الوطن مؤكدا أن الرياضة ومنافساتها ساحة للالتقاء والتسامح مشيرا إلى أن الوزارة تقف إلى جانب الاتحادات العامة وتدعم مسابقاتها المختلفة هذا وقد انطلقت البطولة بإقامة أربع مباريات حيث فاز شباب القطن من وادي حضرموت على التضامن من ساحة لحضرموت ضمن المجموعة الأولى بما فاز الجلاعدا على شباب رخم من ذمار بنتيجة في المجموعة ذاتها وضمن المجموعة الثانية تغلب فريق السقر تعز حامل اللقب على وحدة المكلة كما حقق فريق الشعلاء فوزا مستحقا على فريق الشرارة احساب المجموعة ذاتها